البطالة هذا بالمصدر هنا واحدنا يشتغل يوم يقعد شهر شيني السببه؟ سببها أنا أقل لك سبب الكادر دي يجيبونه عندك البنجلادش المصريين الباكستانيين هسه يعني ما بقى أن كل شيء يعني هاي تشوف الأغلبية احنا القلية عمنا البغدار الأغلبية المحافظة هسه تشوف الفندق يصروف راد لبصرف يوم 15-20 احنا بطالة هنا احنا تمنينا هاي الدولة الحكومة مالتنا اللي تسوينا شارة البطالة لأن العمل ماكو ليش أنا عمري 65 سنة أنا بالعمال أشغل؟ يبون بالمصري يبون بالبنجلادش شغلون بهم بشركات احنا ونروح أثرهم علينا ماكو شغل ريدنا تعيين ريدنا كل شيء راتب ما العاطلين نريد كيش ماعدنا يبون سوريين ايه قبل اكو شغل هسه ماكو شغل مصري يشتغل البنجلادش يشتغل اذا العامل يطببونه مثلا الباكستاني يشتغل ببرقتي احنا دورنا شنوي يعني معالي دولة رئيس الوزراء احنا ابناءكم ابناء هذا البلد يعني ناس هم عمال وهم كسبة وهم ضعفة وهم ما عدنة وانه يدخل من خارج البلد ياخذ حقنا احنا اولي احنا اولاد البلد المفروض احنا انه العمل العامل الذي يدخل يجب أن يكون عامل فني ماهر لا امتلك هذه الكفاءة انا حتى اؤتي بهذا العامل عمال غير ماهرين يدخلون ينافسون العراقي العامل العراقي بالاجور ينافسوا بالمأكل والمشرب والسكن واضافة الى نقل الامراض وعادات كما تعلمنا اليوم انتشار المخدرات وشكل كبير مليون عامل ليست قليلة ثم حصة تموينية ومأكل ومشرب مستشفيات مستوصفات شوارع كلهم شكل زخم كبير اضافة الى المبالغ التي تخرج خارج العراق الى هؤلاء تحاويل غير رسمية اغلبها فتشكل فدأبع كذلك على طلب الدولار سنويا ستميسا بعمل مليون